ازاي ممكن تعرف من لون البول بتاعك ايه المشكلة الصحية اللي بتعاني منها او ازاي لون البول يعرفك اذا كان فيه مشكلة في جسمك لازم تعالجها طيب مبدئيا البول ليه اكتر من لون وكل لون بيدل على مشكلة معينة اللون الطبيعي بتاع البول بتاعنا هو اللون الاصفر الشفاف فلو انت لون البول بتاعك اصفر شفاف فاده دليل انك بتشرب مياه بمعدل ممتاز زاءد ان انت مفيش مشاكل صحية والدنيا تمام تاني لون معانا هو الاصفر الغامل لو انت شفت اللون البول بتاعت بدأ يغمق شوية فده دليل ان انت مش بتشرب مية بكمية كافية يعني داخل في جفاف زائد ان ده دليل على وجود بعض الكيتونات في البول ثالث لون معانا هو الكلاودي يعني الاصفر القاطم او اللي بنقول عليه عكر عارفين عصير القصب لما تسيبه شوية ويغمق هو اللون قريب منه كده ده بيكون دليل على وجود مشاكل في الكبد او المرارة او المسالك البولية زائد بيكون دليل على وجود جفاف بشكل كبير يعني انت مش بتشرب مية بكمية كافية رابع لون هو الفومي يورين او البول الرغوي يعني تحس ان البول في رغاوي كده زي رغاوي الصابون فده دليل على وجود بروتين في البول وده يعني انه جاي متصرب من الكلا فده دليل على وجود مشكلة في الكلا خامس لون هو اللون الاصفر الفوسفوري وده معناه انك بتاخد كمية كبيرة من فيتامين باقي الصناعي يعني عن طريق مكملات مش عن طريق الاكل وسادس لون هو ان البول لونه احمر او زي ما يكون لون المصدي كده فده دليل على وجود حاجة من اتنين يا اما في ناس عندها حساسية من بعض المأكلات واشهر المأكلات دي هي التوت او البنجر او الشمندر او نتيجة الوجود دم في البول فده دليل برضو على وجود مشاكل في الكلأ او حصوات المرارة او مشاكل والتهابات في البروستاتا عند الرجال سابع لون معانا وهو اللون البرتقاني فده دليل على وجود حصوات في الكلأ او مشاكل في الكلأ او مشاكل في المرارة طيب نتأكد منها منين؟ لاحظ لون البراز بتاعك كمان لو بدأ اللون بتاعه يتغير فتأكد ان عندك مشاكل في المرارة تام اللون معانا لو لون البول بتاعك بقى اسود فده دليل انك بتاخد مضادات حيوية بكمية كبيرة واشهر حاجة بتعمل كده هو الفلاجيل وانعارف اللي هيتخاني معايا ويقولي هو الفلاجيل مضادة حيوية يا دكتور ايو الفلاجيل او المادة الفعالة اللي فين هي الميترونيدازول ده انت بايوتك يا جماعة او في بعض الناس برضو بتستخدم سكر دايت في مادة السوربتول بشكل كبير ده بيرضو بيأثر على لون البول وبيحولي اللون الاسود تاسع لون معانا وهو اللون الازرع وده بيحصل نتيجة لزيادة نسبة الكالسيام في الدم طيب ايه اللي بيخلي الكالسيام يزيد في الدم ان في بعض الناس بتاخد فيتامين دال بكمية كبيرة جدا واخر لون معانا هو اللون البن الغامق لو لقيت لون البن بتاعك لون وبن غامق فده معناه حاجة من الحاجات دي انك بتاخد انت بايوتك او مضادات حيوية بشكل كبير وخصوصا برضو الفلاجيل تاني حاجة انه ممكن يكون حصوات في الكلة تالت حاجة الناس اللي بتروح الجيم او بتلعب اي رياضة وحصل اي اصابة في العضلات واخر حاجة الناس اللي بتاكل فول بكميات كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر